مشاهدين الكرام السلام عليكم خبر صار بالنسبة لجميع المغاربة إلغاء تنظيم مهرجان البرى نزولا عند طلب المواطنين اضطرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب أمس تلتا إلى سحب كل المنشورات والإعلانات المتعلقة بالنسخة الأولى لمهرجان البرى الذي كان من المتوقع تنظيمه بذكورة دواحي الدار البيضاء نهاية شهر أكتوبر المقبل كما قامت أيضا بإيقاف بيع التداكل المخصصة لهذا الحفل وبحسب بعض المصادر فإن هذه الخطوة التي اتخذتها الغرفة الألمانية سالفة الدكر جاءت بسبب الضغط الكبير الذي مرسوا عليها نشطاء مغاربة عبر مواقع تواصل للشماعي طالبوا بضرورة إلغاء هذا الحفل من خلال عريضة إلكترونية بلغ عدد موقعين عليها نحو 20 ألف موقعا بعد 24 ساعة فقط على إطلاقها واعتبر مناهض مهرجان البر الغاضبين أن تنظيم هذا الحفل بالمغرب يعد عملا شنيعا يتعارض مع القوانين والأعراف المغربية والشرعية الإسلامية حيث قالوا في هذا الصدد قررنا فتح هذه العريضة لتوجيهها لسلطات المغربية قصد منع الترخيص لهذا المهرجان الذي يعتبر مخالفا للديبلوماسية الحكيمة للدول التي ينبغي أن تحترم خصوصيات البلدان التي تشتغل فيها مؤسساتها وترجمة نانسي قنقر شكرا